ابلغ رئيس جمهورية توغو فورغ ناسينك بي رئيس وزراء إسرائيل بن يامين نتنياهو تأجيل القمة الافريقية الإسرائيلية لا أجل غير مسمى بعدما كان من المقرر انعقادها في ثلث الأخير من أكتوبر القادم في العاصمة لومبي وفقا لما نشرت المواقع العبرية اليوم الاثنين وقال يمينويل النوخشون المتحدث بلسان الوزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب اليوم الاثنين بناء على طلب رئيس توغو وبعد مشاورات متبادلة مع رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو تقرر تأجيل عقد القمة الإسرائيلية الافريقية التي كانت مقررة في لومبي في تشرين الأول أكتوبر إلى موعد يتفق عليه بصورة متبادلة وأوضحت صاحبتها ألتسال إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على تأجيل موعد عقد مؤتمر القمة بناء على طلب من رئيس دولة توغو الذي علل طلبه لشريكه الإسرائيلي بالعمل على التحضير والإعداد بشكل أفضل من جانبها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تأجيل القمة الإفريقية الإسرائيلية حصل بسبب الضغط الفلسطينية العربية لمنع عقدها مشيرة إلى أن تأجيل تم حتى إشعار آخر وأوضح البيان أن القمة كانت تهدف إلى تعزيس سطوة إسرائيل في القارة الإفريقية من خلال فتح أبواب إفريقيا لتل أبيب عبر التوقيع على عدد من الاتفاقيات وأشرت العديد من المواقع والصحف إلى أن رئيس توغو قام بالغاية هذه القمة جراء لوضاع سياسية في البلاد والتلاهورات التي تنظمها أحزاب المعارضة ضده وكذلك جراء الضغطات التي مرسها الفلسطينيون ودولة جنوب إفريقيا من أجل إلغاء القمة وأضافت هذه المواقع أن إلغاء هذه القمة يظهر قوة الضغط الذي مارسه أكثر من طرف عربي وإفريقي على توغو وهو ما يتناقض مع التصريحات التي أدلى بها رئيس إسرائيل إسرائيل في وقت سابق والمتعلقة بمدى تطور علاقات الإسرائيلية مع دول إفريقيا وكان رئيس الإسرائيل إسرائيلي بن يامين نتنياهو قد أعلن فيه أكثر من مناسبة أن هدف تقارب مع إفريقيا وكسر التأييد الإفريقي الواسع للفلسطينيين في الأمم المتحدة ومؤسساتها وكسب الأفارقة لجانب مواقف إسرائيل في المنظمات الدولية ترجمة نانسي قنقر